أهلا بكم من جديد مع علي الوزير استسمحكم طبعا بالسوة وإيمان صدمة أكيد للجزائريين لأنه الكل كان يمني النفس ربما باستضافة الجزائر لأنه هذا وشبقان طبعا بعد المآسي الكثير للكرة الجزائرية أكيد لكن للأسف نقول هذا وشبقان علاش يعني ما هيش كاريتة وطنية لكن حقيقة كان حلم الجزائريين يعني لاستضافة كاس إفريقية للأمم مرة أخرى بعد الطموح الكبير في آخر مشاركة المنتخب لكسب هذه الدورة اللي جرت في غينيا الاستوائية لكن باش نكونوا يعني عقلين يعني الأولين لما نهضروا على كواليس كل منافسات رياضية فيها كواليس يعني حتى على مستوى الألعب الأولمبية وبطولة العالمية إلى آخرين كلهم يعني الكواليس اللي تلعب دور كبير إذن لما نعرفوا هالشيء لازم نكونوا قويين حنا على مستوى الكواليس لكن الجزائر من أضعف الدول في المؤسسات الرياضية الدولية إحنا وش عندنا؟ معلي وزير عفونا عن المقاطعة حاليا أو تقصد على مر التاريخ؟ لا لا حاليا حاليا لأن كانوا عندنا فترتكم كانت إيجابية يعني كانوا ممثلين في مؤسسات الدولية ونهضر يعني نذكر سي مصطفى العرفاوي كان رئيس الاتحاد الدولي بالإسباحة يعني كانوا شخصيات كانت عندهم كلمة على مستوى الدولية حاليا الوحيد اللي عنده مكان لبس به لمثل حاجة هو سيمو حمد روراوة عفونا عن المقاطعة معلي وزير عفونا عن المقاطعة تتحدث عن منصب محمد روراوة هل استفدنا منه؟ بدون شك استفدنا منه في ماذا معلي وزير؟ استفدنا منه لأنه أولا هو رهبنا اتحادية كبير قوية حقيقة رهبنا فريق وطني لبس به مرة على التولي شارك في البطولة العالمية هذا بناء لا ننكره هذا الشيء اللي تبنى في مدة معينة ولازم نعترفه بهذا الشيء تعتبر ذلك إنجازا؟ إنجاز كبير ووصول سيمو حمد روراوة إلى المكتب تنفيذي الاتحاد الدولي لكورة القدم هو كذلك إنجاز آخر لكن وش كين معه؟ وش كين وراء؟ ما كان حتى حاجة الوحيد اللي عنده منصب يعني نهضروا به كثير هو مصطفى براف كنيب رئيس مؤسسة لما عندها حتى دور اللي هي لكنوة لتجمع الليجان الأولمبية الأفريقية لكن إحنا بالعكس إحنا حطمنا كل شخصيات لعندهم إمكانيات لتمثيل الجزيرة ما تقصد؟ تقصد الوزارة مثلا هي التي حطمت؟ مثلا نقص الدروحي أنا يحطموني منذ زمان أنا كنت باش نترشح إلى رئاسة الاتحاد الدولي نعم وحطموني من الجزائر عدة مرات على جانب الرئيس الحالي ترى أنه إخصاء هذه الأسماء هي التي خلت ربما الجزائر لا نهضر على استراتيجية ثم لما تكون استراتيجية لتنظيم مثل هذه الدورة الأفريقية لازم الهدف يكون على المادة المتوسطة باش ما توصلش كما رأنا الآن على المادة البعيدة كنا نستحق؟ واش نقصد فيها؟ واش نقصد فيها؟ لما كنت على رأس الوزارة نعم قدمت ترشيح الجزائر لاحتضان بطولة أفريقية تاعة سنة ألفين أعتقدها أو ألفين واثنين هذه كانت استراتيجية بالنسبالية نعم ما كنت نطمح أبدا للحصول على هذا التنظيم لكن كانت حجرة أولى باش توصل إلى مثل هذا الهدف لازم تبني وتبني تدريجيا لكن احنا من ذاك التاريخ إلى الآن ما خدمنا والو على مستوى الدولة ترى أن المشكل في المنظومة الرياضية في حد ذاتها مع الوسير؟ أكيد أكيد وباش نرجع على قضية استراتيجية أنا مختنع بللي ترشيح الجزائر لألفين وسبعتاش ماهوش من تابع استراتيجية الاتحاد الجزائري لكرة القدر من ملمة ونذكركم بللي نذكركم بللي نرجعوا شوال ورا وكل كل تدخلات الرسمية تاعة سيد روراوة كان يهضر أعلى ترشيح الجزائر لاحتضان كاتفزيخية معي وزيخ خليك 2019 2021 كلمك جميل وواقعي إلى أبعد حد يعني فرض على روراوة بيدون شك أن يقدم ملفا لترشيح الجزائر لألفين وسبعتاش بيدون شك قرارا سياسيا أكيد كان خاطئا ترى أكيد خاطئا هاي النتيجة هاي النتيجة لأن نشوفه وشوقاع في هاد المرحلة بالدات احنا باش نترشحه إلى 2019 2021 الكونفيدولاري الأفريقية مدت تلت بطولات أفريقية على التوالي نعم 19 21 23 شي هذا يعني مفاجئ وما فهمناش علاش ولكن جزائر علي الوثير اسمح تفضل ثم كانت بطولة أفريقية مقررة في المغرب المغرب انسحب طولبا من الجزائر إنقاذ الكاف بدلا من المغرب بدلا من المغرب لكن جزائر ما كانش قادرة تجاوب لأن الملعب خمسة جولية مستكرة كل صراحة مع الوزير ترى أن الجزائر كانت قادرة احتضان كاس أفريقيا 2017 بالموشأات اللي وعدت بها الوزارة والله هذا هذا فيه تسأل يعني لما نشوفه كيفاش تعطلوا يعني هذا البناء المنشآت الرياضية واشي وقع في الملعب خمسة جوية يعني الثيخة ممكن ما كانتش لكن نظن باللي على مستوى الكونفيدرال الأفريقية كاين مشكلة آخر ممكن يكون المصلحة مادية لأنما ما ننسوش باللي السبونسور الأساسي تحتاج شركة الفرنسية الهواتف طبعا مؤسسة ثقيلة جدا اللي ما هيش موجودة في الجزائر اللي ما هيش موجودة في الجزائر هذا أمر واقعي يعني ترى أنه نحن ظلمنا أنفسنا بتقديم الملف للترشح أم ظلمنا بالكواليس نظن باللي ظلمنا نفسنا نظمنا نفسنا في درجة أولى ثم ظلمنا لكن ظلمنا كما يظلموا كثير من الدول في كثير من ترشحات في رياضات أخرين الوزير خبين ربما فشلنا لأنه قلت أن المنظومة هناك ليس هناك شفافية الأمر غريب حتى في القاعة فجأة من عدم منح كاسهم من أفريقيا شرف تنظيم هاي للجزائر ما رأيك؟ رأي أن المؤسسات الرياضية الدولية كان مشكل فيهم منذ زمان ولابد تحارب لكن في وسط ما يقدر يجمع الدول والحكومات الآن الشيء لمهوش طبيعي أن المؤسسات الرياضية الدولية عندها هذه القوة وتعمل في الغموض ما هيش الكاف فقط لكن كل المؤسسات الرياضية الدولية ما نروح وش بعيد دائما نرجع لقاضية نعرفها منيح الاتحادية الدولية لكرة اليد رأي كذلك يعني تسير خارج كل حسن مصطفى رئيسها المصري نعم لكن الوزير الحالي اللي هو الآن رأيه يتهم الكونفردال الأفريقية لكرة القدم نعم هو رأيه مشاء مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ضد مواطن جزائري هو خلف الكواليس معه بكل صراحة معالي الوزير أنا عرفك أنك صريح على المسؤولين بعد فشلنا وربما منحنا هدية للجزائريين والرياضيين الجزائريين ترى أنه رئيس الاتحادية أو الوزير أخلاقيا عليهم أن يستقيلوا لكل حال أنا قلت في البداية بل صمت ما فيش خوف معالي الوزير لا 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 أبدأ سيمو حمد راوراوة قدم خدمة كبيرة لكرة القدم الجزائرية جميل ونبقى مرتبط بهذه القناعة نعم إذن أنا نتمنى سيمو حمد راوراوة يبقى على رأس جميل الفاف شطر أول بالنسبة الوزير الوزير هو راها فاشل في تسيير الرياضة بصفة عامة ما عندنا استراتيجية ما عندنا روية تعمل مستقبل ما مستوى تعمل الرياضات تنخفض ماذا علينا ماذا علينا أن نفعل آخر سؤال ربما قبل ربما حتى أشرك إيماني وبالسماعي حتى ربما أكيد تلغباني فيه طرح سؤال الآن بعد ما فشلنا ماذا ينبغي الآن أن نقوم به بعد ما هذا الفشل قبل كل شيء نعطيه لهذا الفشل البعد استراتيجي ونبقى نعمل في أمور رياضية ونبقى مع كرة القدم في استراتيجية رياضية لأن المنتخب لا بس به وممكن يفوز ببطولة إفريقية تكون في الجزيرة وتكون خارج الجزيرة ونتمنى يتأهل منتخبنا لـ 2017 ويفوز ويفوز في القابون بالبطولة الإفريقية طبعا شك لكن شيء ضروري لابد المنظمة الرياضية الجزيرة تتنظم من جديد مع الوزير كنت سعيدا بتواجدي معك وبهذا التحليل فيه الكثير من المنطق كنت أتمنى أن أبقى معنا كثير ربما من الوقت ولكن يبدو أن حفصي يضغطها هنا بشكل كبير ولكن مع الوزير كنت سعيدا تريداني ربما طرح سؤال كنا نتمنى أن حزين بس حزين لأنه كان يتمنى الجزائر يعني عندما قرأت الهام على قناة النهار وفوز الغابون واستضافتها لكان 2017 كنت نتمنى أن الجزائر تستضيف هذه تظاهر الكراوية لازم نحزن على وضعية الرياضة الجزائرية بصفة عمى ولا بعدم احتضان بطولة أفريقية كنا سعداء جدا بتوجدك معنا مع الوزير محمد عزيز دلواس شكرا جزيلا لك بارك الله فيك شكرا جزيلا